اكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هي أساس العمل الجاري لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين نعم ريم جاء ذلك إثر فوز هيئة التخطيط والتطوير العمراني بجائزة التمييز في التواصل مع العملاء للمرة الأولى حصدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ثمار جهودها المستمرة لتحقيق المزيد من الارتقاء بالقطاع العمراني من خلال فوزها بجائزة التمييز في التواصل مع العملاء للمرة الأولى حيث حرصت الهيئة على تعزيز عملية التواصل بينها وبين جمهور العملاء من خلال ما تقدمه من خدمات حكومية ما مكنها من الفوز بالجائزة والوصول إلى أعلى درجات الإنجاز الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف عبد الرحمن جمشير أكدت أن متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للعمل الحكومي تشكل دافعا مستمرا لبذل المزيد من العطاء في سبيل تقديم أفضل مستويات الخدمة التي تواكب احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم مؤكدة أن العمل الحكومي وتطويره المستمر يشير إلى أن المواطن البحريني هو المحور الأساسي في العملية التنموية التي تشهدها البلاد روح التعاون والتنسيق بين فريق العمل ميزت هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي تسير وفق خطط تصبو إلى الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجودة في سبيل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التخطيطية المقدمة ترجمة نانسي قنقر